نعم محمد صباح الخير عليكم وصباح الخير على السادة المشاهدين صباح إنجاز إماراتي عظيم يسطر في مجالات الفضاء وهو بإذن الله وصول رائد الفضاء الإماراتي السلطان النيادي إلى الأرض خلال دقائق معدودة من الآن ونحن هنا في المحطة الأرضية بمركز محمد بن راشد للفضاء نعيش هذه الأجواء أجواء الترقب أجواء الحماس من زملائها هنا في مركز محمد بن راشد لعودة سلطان النيادي بعد المهمة الكبيرة الممتدة لستة أشهر التي سطر من خلالها سلطان النيادي إنجازات عديدة وكبيرة باسم الإمارات وباسم العرب معي في هذه اللحظات مهندس عامر الصايغ مساعدة المدير العام للهندسة الفضائية يعني كنا موجودين أمس وشاهدنا لحظة انفصال المركبة وعودتها إلى الأرض وخلال دقائق نتوقع بإذن الله وصول سلطان النيادي وطاقة ميكرو سيكس إلى الأرض هنا في مركز محمد بن راشد للفضاء كيف تعيشون هذه الأجواء حاليا؟ طبعا مثل ما ذكرت أخوي الحمد لله المرحلة الأولى من العودة بدأت وانفصلة المركبة الآن نحن نتابع بشكل مستمر حالة المركبة الفضائية دراغن الحمد لله بدأت آخر عملية اللي هي دي أوربتينغ فاير والي هو يقلل من سرعة المركبة وخلال دقائق إن شاء الله معدودة رح تدخل المركبة في الغلاف الجوي وفي المرحلة النهائية اللي هي قبل الوصول لحد الآن جميع المؤشرات الحمد لله إيجابية والأرقام اللي نشوفها الحمد لله مناسبة وإن شاء الله نتأمل في خلال دقائق نحتفل إن شاء الله بالهبوط الناجح وطلعت سلطان إن شاء الله من المركبة نعيش معكم الآن أجواء ربما لحظات تتوج جهود سنوات طويلة من التدريب لسلطان وأيضا زملاء أهرواد الفضاء الإماراتيين هنا في مركز محمد بن راشد للفضاء وفي المحطة الأرضية كما نشاهد أيضا الموظفين يعني هذه اللحظات شو تمثل بالنسبة لكم؟ طبعا الحمد لله دولة الإمارات دائما في إنجازات في مجال الفضاء وجميع المجالات فريق العمل هنا طبعا لما تشتغل وتشتغل وتحس أنك دور كبير دائما الفرحة بتمام وإنجاز المهمة بنجاح الكلمة تحمس الكلمة ترقب وأيضا متشوق إن شاء الله لعودة سلطان بالسلام إن شاء الله هذه الجهود طبعا الكل يستفيد منها دولة الإمارات تثبت دائما للعالم قدرة أبنائها في تخطي التحديات وإعطاء العلم والمشاركة مع العالم كله في مجالات تقنية متقدمة مثل مجالات الفضاء لكله الفخر أن يكون جزء من هذا الفريق وإن شاء الله نطمح اليوم بالهبوط الناجح ونستمر بفرحتنا مع سلطان أبنى الإمارات سلطان نياد ربما قام بالعديد من الإنجازات في محطة الفضاء الدولية في فترة الستة أشهر منها التجارب العلمية الكثيرة جدا وأيضا أول مهمة سير الفضاء لرائد عربي يعني هذه الإنجازات شو تمثل بالنسبة لكم وأيضا يعني مداها على السنوات القادمة طبعا مثل ما ذكرت هذه الإنجازات تسطر لدولة الإمارات دولة إمارات قيادة وشعبا دائما نحن نطمح للمراتب العليا وفي مجال الفضاء اليوم المشاريع هذه والبرامج هذه طبعا تبني لمستقبل مهم وإن شاء الله متقدم لدولة الإمارات نحن نطمح من خلال الفريق الموجود واللي نقوم به أن نحفز أيضا الأجيال القادمة اليوم مهمة سلطان راح تليها إن شاء الله مهمات مثل ما ذكروا أصحاب السمو ودولة الإمارات مستمرة في إنجازاتها في مجال الفضاء إن شاء الله نحن متحمسين نشاهد خروج سلطان من الكابسولة بإذن الله خلال دقائق القادمة إن شاء الله معكم إن شاء الله متراقبين وإن شاء الله الناموس بعودته في السلام إن شاء الله المهندس عامر الصيغ شكرا جزيلا لك إذن دقائق معدودة تفصلنا عن هبوط المركبة دراجون التي تحمل طاقة مكرو سيكس وأيضا من بينهم رائد الفضاء الإماراتي السلطان النيادي إلى كوكب الأرض هذه اللحظات هي لحظات فخر لحظات اعتزاز يعني بالإنجازات التي سطرها السلطان خلال وجوده في محطة الفضاء الدولية الإنجازات المسجلة باسم دولة الإمارات وأيضا باسم رواد الفضاء العرب دقائق معدودة تفصلنا عن وصول السلطان وسنرصد أيضا هذه اللحظات وردات الفعل من هنا من داخل المحطة الأرضية بمركز محمد بن راشد للفضاء ترجمة نانسي قنقر